ما هي قراءتك للتحذير الامريكي للعراق حول منع عمليات الفصائل من داخل الاراضة العراقية لضرب اهداف داخل اسرائيل ما هي معالات الامور بعد ذلك يعني هو بالاساس يعني هذه المسألة ربما هي يعني تمثل تهديد حقيقي للامن الوطني العراقي طبعا هذا الاعتراف في السلطات الاتحادية العراقية هذه المسألة تحتاج الى قرار وطني عراقي وقرار من داخل السلطات المختصة باعلان حالة الحرب كما معمول به في الدستور العراقي طلب مقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس وزراء ويصوت عليه من قبل البرلمان العراقي هذا القرار وهذا العمل الذي يدفع العراق الى نموذج الدولة المغامرة والدولة المتهورة هذا استهتار طبعا بالسيادة العراقية القرار هو قرار سيادي عراقي وقرار يصاغ في اطار البيئة الدستورية العراقية ولا يحق لأي طرف آخر أن يستهين بالسيادة العراقية وبالمصلحة العليا للعراق هذا الارتخاء في التعامل مع أطراف تستخدم الأرض العراقية منطلقا لعمليات تجاه أي طرف آخر متوقع أن يحصل رد فعل من الأطراف الخارجية وتحديدا إسرائيل أعتقد بأنه شكل خطر كبير على الأمن الوطني والسيادة العراقية في الوقت الذي ندين أي انتهاكات للسيادة العراقية واعتداءات سواء كانت إسرائيلية أو من أي دولة كما كان يحصل فيما سبق ولكن في الوقت ذاته الحفاظ على السيادة الداخلية وعدم تهديد السيادة من داخل العراق وأيضا يحظى بأولوية مهمة في تأمين البلاد وحماية أمنها القومي وهذا أعتقد بأنه فيه قصور في الإجراء التنفيذي في مسك الأرض العراقية البيانات والتأكيدات والتصريحات هي غير كافية ما لم تقترن بعمل ملزم بحماية الأرض العراقية وعدم تحويلها إلى منطلق العمليات في البيئة الأقليمية اشتركوا في القناة